تطبيق تويتر هو عمرك المسجل في تطبيق تويتر من خلال الدخول لصورتك الشخصية ومن هنا تضغط على الملف الشخصي ومن هنا تعديل الملف الشخصي في تويتر ومن الأسفل يمكنك تغيير تاريخ ميلادك في تويتر ولكن إذا كان تاريخ ميلادك مسجل على أنك أكبر من 18 سنة فما في مشكلة فالآن الخطوات الأهم وهي كالتالي اضغط على صورتك الشخصية الموجودة بالأعلى ومن هنا تختار الإعدادات والخصوصية هذا الخيار ومن هنا تختار الخصوصية والأمان تضغط عليها ومن هذه الصفحة تتجه للأسفل حتى تجد خيار الأمان تمام وهنا موجود هذا الخيار عرض الوسائط التي تحتوي على محتوى حساس راح تفعل هذه الأيقونة الموجودة بجانبها أما هذه الأيقونة التي بعدها وضع علامة على الوسائط التي تغردها يعني هذا يتعلق بتغريداتك التي تظهر للآخرين هذه تبقيها كما هي هكذا بلون رمادي حتى ما تظهر تغريداتك على أنها محتوى حساس طبعا يمكنك عمل هذه الخطوات من خلال فتح حسابك من المتصفح وبعدها ستختفي عندك المشكلة ولن يظهر لك أن التغريدات الموجودة على تويتر تحتوي على محتوى حساس وهي بالأساس تكون تغريدات عادية ولا يوجد فيها أي مشاكل ولكن المشكلة تظهر لأن خوارزميات تويتر تصنفها على أنها محتوى حساس حسب رغبتك وحسب الإعدادات الموجودة في حسابك ولكن إذا ما زالت المشكلة تظهر عندك اكتب لنا سؤالك في قسم التعليقات أسفل الفيديو وسنقوم بالرد عليك بحل المشكلة وبهذه الخطوات تكون إن حلت المشكلة عندك مشكلة المحتوى الحساس لتعرف أكثر عن تويتر شهاد هذه الشرعات التي ظهرت على الشاشة ولتعرف المزيد عن التطبيقات بشكل عام اشترك معنا في قناة كيف وفعل الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد من قناة كيف على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته